اعتبار الاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان غير دستوري وباطل ولا تترتب عليه اية اجراءات مع الزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية للحفاظ على وحدة البلاد عبر اعادة نشر القوات الامنية في جميع المناطق المتنازع عليها بضمنها كاركوك قرارات صوت عليها مجلس النواب الاربعاء بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الداخلية والدفاع والوزارات المعنية التأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للامن الوطني في جلسته الاخيرة لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينه سلطة الاقليم المنتهية وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية قرارات مجلس النواب تضمنت أيضا غلق المنافذ الحدودية التي هي خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضايا التي تدخل منها هي مهربة وعلى الحكومة الاتحادية إعادة الحقول الشمالية في كاركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إشراف وزارة النفط الاتحادية وتنفيذ قرار إقالة محافظ كاركوك نواب عن تحالف القوى طالبوا الحكومة بتجنب تنفيذ عقوبات اقتصادية ضد الشعب الكردي الشعب الكردي جزء من العراق من غير الممكن معاقبته بقطع أرزاقه اليوم نحن في تحالف القوى جمعنا تواقع لنواب أكثر من تقريبا 25 نائب وقعوا بعدم شمول الشعب الكردي بحصار اقتصادي فيما دعت قرارات مجلس النواب رئيس الجمهورية الالتزام بواجباته المنصوص عليها في الدستور في ضمان المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه هناك جمع تواقع وتواقع كثيرة جدا ولكن طبعا لقالة رئيس الجمهورية على عدم التزام بهذه القرارات طبعا أنا أحد الموقعين ولكن ننتظر من السيد رئيس الجمهورية موقف بأن يكون إيجابي حتى تلغى هذه الفقرة واختتمت القرارات بإلزام الحكومة الاتحادية بعدم قابول الحوار المشروط مع أربيل إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء ويبقى المهم في الأمر بحسب البعض مدى أمكانية الحكومة الاتحادية في تنفيذ هذه القرارات وإعادة بسط صلاحياتها الأمنية والمالية والإدارية في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها من داخل مجلس نواب محمود فؤاد الحرة بغداد